أرجعنا ثاني وآخر فقرة على السجادة الحمرة وفقرة التشكيلة فقرة التشكيلة كابتن هيحصل إحنا هتشوف ثلاثة لعيبة قدامك ولغات ما تكون لنا فريق يكون من اختيار كابتن سايد عبدالحفيظ مدير فني بقى مدير فني مديني فرصتي بقى مديني فرصتي مديني فرصتي أيوه أهو حارس مرمى يلا ها أنت قصدك من منتخبات العربية اللي في كاس عالم بقى بالزبط طونس والسعودية والمغرب استطاقتنا لا أخذ ياسين بون تشوف اللي بعد كده يلا خذ cred قلب تمتفعة لا أخذ رغم إن تونس يعني مش محقق المنتظر منها لكن ياسين مرياح ده كان الأول في الساقف فكرت متابعة من فترة يعني فمين لي برضو تمين لي دايماً لما بتختار العيد بيبقى إيه العناصر الأهم مواصفات المركز المركز اللي هو فيه إيه يعني كل مركز في الملعب له مواصفات كل مركز له تحركات له التمركز بتاعه المهم من أني تريد حققها وبعد كده بقى فيه إضافاته وفيه تطوير بيحصل لك مش إنه الأشتر إنه صفاته مناسبة أكتر لمكانك أيها ما يعني حتة الأشتر دي المفهوم بها إيه المفهوم بها أنه مثلاً يعني بيتساعد شوية المهم تأدل عليك واجبك الأول تعمله وبعد كده فيه إضافة تانية آه ممكن تضيف بقى يعني لو واحد مثلاً يعني بيلعب مركز ستة مثلاً بيقطع كويس بيتمركز كويس بيساعد كويس بيعمل جنب كويس بتوزيعه للقرات كويس بيستلم كويس بيسلم كويس بياشتراكاته لتحاباته كويسة تمركزه وجريه المنطقة الجري عنده ممتازة التسديد كويس كل دي حاجة حلوة يعني اللي بعده قلب تفيع لا أخد غانم غانم إيش معنى بصي المنتخب المغربي رغم أن أنا يعني يمكن شفته في كرواتي أشوية لكن على المستوى الدفاعي مقدمين حاجة كويس يعني ما دخلش فيه مجوال خالص لحدوقتي ويا رب تكمل كده اللي بعده زهير أيمن أشرف حاكي طبعاً طبعاً يعني ليه طبعاً طبعاً لأنه وحد دي العب فكرتش أنا حزت كده أنا أقول لك عليك أخوة يا محمد ده وقت مرحب مع ميسي في الفرقة بتاعته والنجوم الكبيرة يعني ماشي أوكي اللي بعدك ياسر ياسر على طول أروح لي ياسر ياسر على طول ياسر شهراني يخلي بالك لعب ممتاز جداً ورائع جداً 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 يعني والمنتخب السعودي مقدم محقق مقدم مع عليه كله كرة فعلاً في الوقت ده مش بتاعته خالص اليوم مش يوم وخالص خالص رغم الاتنين سفر نتيجة اتنين سفر اللي يسمعها من غير ما يشوفها يقول مثلاً لا ده راح هناك في اتجاه بولندا لكن تسيادوا الأمر تماماً ضربة الجزاء كانت نقطة تحول لكن قدام الدم الأرجنتين أثبتوا عن نفسهم وقدموا عرض يليق بالكرة العربية والكرة السعودية ويحطك في حتة تانية خالص خالص يعني على المستوى العربي يالا بينا لبعده خدت وسط أخد سوفيان شايفه متميز بإيه عن اللي تنين لعيبا لجم زي ما لسه بشرح لك من شوية نفس اللي أقولت نفس اللي أقولت نفس اللي أقولت خدت وسط بصي بقى ده العيب محترم جداً محمد كونو برضو من الناس اللي هي منتخب السعودي وحاجة محترمة 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 يعني أداء طبعاً بلعب في الهلال برضو ومقدمين مباراة رائعة أو مباريات رائعة جداً على المستوى يعني إحنا زمان كنا لما نشوف المنتخبات العربية أو الأفريقية بتلعب في كاس العالم أنت تشوف مباراة دفاعية بحتة لكن مع الأرجنطين ما شفناش كده ما شفناش كده العكس ما شفناش كده شفنا يعني شفنا لعب لعب حلو كماناً ده أنت متأخر بهدف وبترجع وبترجع في وقت قريب على فكرة يعني مش مثلاً يعني في آخر ثانية في الأرجنطين ما لحقتش نفسها ترجع لا طبعاً أنت تعدلت تقريباً في ديئة 49 حاجة كده وتفوقت في ديئة 50 يعني يبقى نختار إيه؟ محمد محمد اللي بعده خط وسط بصي أنا ميال جداً للمنتخب السعودي فكل اللي هاختاره هيبقى من المنتخب السعودي الرجل ده رمانة ميزان بجد في الهلال وفي السلمان وفي المنتخب السعودي يعني كرة ثالثة السهل الممتنعة السهل اللي من غير تعقيد خالص بس فيه متعة آه اللي بعده جناح أيضاً حكيم طبعاً حكيم النعيم السليتي طبعاً في تونس وهو بلعب في الدول السعودي في الوقت الحالي يعني الفعالية مش موجودة يعني مبارياتين السيد ندا أنه أنت معجب جداً بالأداء السعودي الفترة الأخيرة أوي أوي فكاس العالم أتمنى يا ربي رب أن يختمها لهم على خير إن شاء الله طبعاً المغرب مقدمة ماتشات كويسة كسبت بلجيكا ما شفتوش لكن شفت مباراة كرواتيا يعني لكن على المستوى الدفاعي ما دخلش فهم هداف مرشحة أن هتبقى تتصدر المجموعة ودي حاجة جيدة جداً يعني اللي بعده كناح أيصر يوسف وسالم الدوس هرقيه ويوسف النسف طيب يوسف المساكنة إمكانيات رهيبة جداً طبعاً مع منتخب تونس أنا بس يعني على المستوى على المستوى التهديفي تونس ما حرزتش حاجة لحاجة لوقتي خمس يعني لكن يوسف إمكانيات رهيبة جداً 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 لكن برضو هروح لسالم الدوسري بحكم النتائج سالم الدوسري بحكم النتائج النتائج طبعاً طبعاً كان فيه في مباراة بولندا ركل الجزاء لكن هناخده على الأموم يعني هناخده على total يعني طبعاً اللي بعده مهاجم سوفيان لعيب ممتاز جداً وكان مقدم بطولة في كاس العالم في كاس الأمم الأفريقية رهيبة جداً بس أنا بحس إن في محتاجنا حرارة شوية نحرارة أكتر يعني شوية محتاج نحرارة أكتر في الفترة الأخيرة في الفترة الأخيرة ولا هو أصلاً محتاج من الأول نحرارة لأ أنا لما شوف في كاس العالم ده 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 دمع يعني كاس العالم ده العالم كله بيتفرق محتاج يعني يبقى فيه شراسة شوية شراسة شوية لكن إمكانياته رهيبة جداً كاس الأمم الأفريقية عملها بشكل ممتاز جداً بس برضو هروح لسالح شهري اللي هو واحد من الناس اللي مقدمة بطولها وإعجد في التحركات والتمركز ومحطة بشكل حلو يعني وكان سبب في بنالتي عمله في منتهى الزكاء منتهى الزكاء يعني حاجة كده لما تيكي تحللها هتقول ده العيب موهوب ولعيب زكي كده التشكيلة خلصت قبل ما نشوف الترتيب كله وعايزين اسألك سؤال تتوقع مين اللي هيفوز في كز العالم أتوقع مين يفوزك في كز العالم بص يوم ما فيش ولا فرقة عبرت على نفسها بشكل رهيب قوي اه يعني اشوف ان اسبانيا مقدمة يعني عروض سلسة قوي بتفكرنا ببرشلونة شوية في 2005 و 2006 اللي هي من رجل الرجل والتحضير وما فيش اي نوع من مستربعة ولا الاستعجال ولا حاجة يعني قدمت قدام كوستاريكا عرض قوي جدا وتفوقت بعدها كبير جدا من الاهداف وصل لسبعة قدام ألمانيا سلسة جدا وبسيطة وحط ألمانيا تحت دايرة معينة ما بتطلعش منها اسبانيا ممكن بس اسبانيا يعني على مستوى المنافسات والبطولات الكبيرة خدت كاس على مرة الامة الاوروبية من الفترة البعيدة بس كان عندها تيم رهيب جدا يعني يستود شافيه المجموعة دي يعني فرنسا عندها شراسة هجومية بين تلازينة برازيل لكنها تبقى بشخصيتها فرنسا والبرازيل وأسبانيا الارجنتين مش مقتنع بيها قوي يعني قدر نقول ان الرؤية مش واضحة يعني كاس العالم مفيش واحد للحد دلوقتي يمكن في دول الستاشر بقى تبان أكتر مع المنافسات الشخصيات بتاع المنتخبات تبدأ تبان أكتر اه شوف التشكيلة بقى يلا يلا ده التشكيلة اللي قدام مننا لزهرة دي اللي انت اخترته يا كابتا اه رقك فيها ايه بس راجع طب بس عشان ده أمر إداري بقى يعني فتاويات لغ بطول الدنيا موضوعه بقى بجد يعني اه ماشي هما طبعا هيلعبوني أربعة ثلاثة ثلاثة غصب عني يعني معترض لا لا ماشي اوكي ماشي شغال موافع على الفريق ده التشكيلة دي تمام هي السيدة خلي بالك انت عارف الكربة هتعمل زي ايه زي ايه زي الموبايلات دلوقتي اه والله ما بغزر كل حاجة كل فترة كده ممكن تطلع حاجة مش محسوسة لكن فيها تغيير اه يعني الموبايلات في الوقت الحالي بس انا ممكن تلاقي ده شبه ده شبه ده ده شبه ده بس فيه تغيير انت مش لمسه ولا حسه اه لو مفيش مفيش تجاوب مع العصر هتلاقي نفسك بعد فترة رجعت ورا بشكل كبير اوك طبعا تمحتك في الاهلي في الفترة المقبلة ايه يا كبت؟ لا طبعا نفسي السنة دي شهر رحمل ربنا يكرمنا فيها ببطلاتنا المحلية وعلى المستوى الافريقي نحقق اللقب الحداشر سوبر افريق اكيد يعني انت ليك اهداف بتشتغل عليها يعني فيه وانت بتحط لحيتك وانت بتحط اه الاهداف اللي انت عايز تحطها او عايز تحقاها يعني في السنة فمحليا دوري وكاس وافريقيا بطولة افريقيا ان شاء الله كابتن سايد انت شرفتني النهاردة ع السجادة الحمرة وانا شايفة ان وجودك ع السجادة الحمرة كان اضافة لينا في برنامجنا وكلامك وقعدتي معاك انا شخصيا كانت اضافة لي وانا بسطة جدا بوجودي معاك النهاردة بالتوفيق يا رب ان شاء الرحمن وتبقوا انت اضافة كمان للقناة ويا رب النجاح يبقى ظاهر وباين وملموس باذن الله تعالى امين يا رب اشتركوا في القناة